وسهلاً بيكم في لايف جديد معاكم مريم أجدي وفي اللايف ده هنتكلم عن اللي هيستثمره مليارات في مصر وهينعيشه الاقتصاد من جديد واللي فعلاً ده اللي هيحصل الأيام اللي جاية وده لأن الإمارات أعلنت عن ضخ استثمارات جديدة في مصر بعد ما استحوزت على 30% من شركة الشرقية للدخان فيترى إيه تفاصيل صفقة الإمارات في مصر والصفقة دي إيمتها كام ويترى إيه آخر استثماراتهم في مصر كل ده أكتر هنعرفه مع بعض حالاً في اللايف ده انت عارف أن رغم الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بيها البلد إلا أنها لسه تعتبر نقطة جاذبة للاستثمارات وده لأن كتير من الدول العربية وغير العربية دايماً بيسعوا أنهم يستثمروا فيها زي مثلاً الإمارات اللي دايماً بتعلن كل وقت والتاني عن صفقة في مصر كان آخر استثمارات دي اللي تم إعلانها خلال الساعات الأخيرة بضخ استثمارات بقيمة 3 مليار جنيه لكن إيه تفاصيل الصفقة دي؟ بص يا سيدي حسب صدى البلد مجموعة دايمند الإماراتية أعلنت عن اعتزامها لضخ استثمارات عقارية في مصر بقيمة 3 مليار جنيه وده خلال الفترة اللي جاية حصب عبد الرحمن عجمي الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية وشركة سكاي أبو ظابي للتطوير العقاري وقال إن مستهدف شركة دايمند لاستثماراتها في مصر كان 15 مليار جنيه وده وقت استهداف الشركة للسوق المصري سنة 2021 وتم استثمار منهم مبلغ 12 مليار في مشروعات شرق القاهرة والشركة بتدور دلوقتي عن فرص لاستثمار الباقي في غرب القاهرة والساحل الشمالي وإن دي ما كانتش أول صفقة للإمارات في مصر خلال الأيام الأخيرة وده لأن من أيام تم بيع جزء من شركة الشرقية للدخان لشركة إماراتية وحسب محمود عسمة وزير قطاع الأعمال أنه بمجب الاتفاقية المواقعة بين الشرقية للدخان والإمارات فشركة جلوبل للاستثمار القابدة المحدودة استحوزت على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية بقيمة 625 مليون دولار يعني حوالي 19363 مليار جنيه ده بالإضافة بقيمة 19 مليار عفواً 363 جنيه ده بالإضافة أن المشتري هيوفر مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع وقال إن الصفقة دي تعتبر تأكيد لعزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في كل القطاعات مش بس كده كمان شركة أبو ظبي طاقة المستقبل أعلنت عن توقيع اتفاقية مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر وده لتوفير قطعة أرض مخصصة لتطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة انتاجية حوالي 10 جيجا واط وبتكلفة استثمارية تتجاوز ل10 مليار دولار يعني أكتر من 300 مليار جنيه مصري وده هيكون مشروع لأكبر محطات طاقة الرياح في العالم والمشروع ده بقى يا سيدي هيوفر لمصر 5 مليار دولار سنويا وده من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية وبمناسبة الاستثمارات اللي بدأت تدخل في مصر الفترة الأخيرة الدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي كان ألف تصرحاته لصدى البلد ان زيادة فرص الاستثمار في مصر إذا كانت خليجية أو أمريكية فهي بتجي بسبب القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء للتسهيل على المستثمر وده بجانب الإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصري وقال ان الإكاني مست بتشيد بقرارات الدولة المصرية لتحسين الاستثمار وبيئة الأعمال وان إشادة التقارير الدولية بتشير لتحسين بيئة الأعمال في السوق المصرية بشكل كبير وقال ان الدولة المصرية بتدخل مرحلة جديدة باستقبال حجم من الاستثمارات وان القطاع العقاري وقطاع الصناعة بيستحوزوا على نسب بتتجاوز الـ 40% وده من حجم الاستثمارات بجانب التكنولوجيا واللوجستيات دلوقتي بقى قولينا رأيك في استثمارات الإمارات في مصر وبكده نكون وصلنا لنهاية اللايف ده أعزي مشاهدي الأموال بنوك واشوفكم في اللايفات اللي جاية